عقد نائب رئيس الجمهورية رئيس تحالف القرار العراقي أسامة النجافي اجتماعا موسعا بمرشح الكتل السياسية المنضوية ضمن التحالف في محافظة نينوى وأكد نجافي خلال الاجتماع الذي عقد في الموصل ضرورة أن يأخذ مرشح الائتلاف على عاتقهم مصلحة المواطنين والعمل على إعادة الحياة والاستقرار إلى المدينة وإيصال صوتها إلى مركز القرار في بغداد وشدد النجافي على أن المرحلة المقبلة هي مرحلة حاسمة بالنسبة لنينوى وبقية المدن العراقية دعيا أهالي المدينة إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات لاختيار من يمثلونهم بصورة حسنة في الحكومة المقبلة